وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السلع الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 507 قضايا تموينية بمضبطات بلغت 130 طن وتم ضبط 22 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيادة من السلع الرسمي للسلع فقد تم ضبط 109 أطنان وتم ضبط 712 قضية في مجال قضايا المخابز مبينها 73 قضية خبز ناقص للوزن و104 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات